مساء الخير، الأم هي صندوق أسرار بنتها هي أول واحدة بتسمع، بتواسي، وبتشد لما تكون الشدة ضرورة في حاجات كتيرة قوي، فعش تتكلم فيها البنات غير مع الأم خاصة في مراحل مثلاً زي مرحلة المراقة في حاجات كده البنات مع أمهاتهم بيفهموا فيها بعض أسرع من أحد بس أماني، بطل القصة حقيقية النهاردة، علاقتها مع مامتها غريبة جداً فيها عند، فيها أسوأ، وكمان ضرر نفسي طب إيه اللي حصل بينهم؟ تيجو نسمع قصة من أولها ونشوف أماني بعدها تقول لنا إيه؟ اسمي أماني، وعندي 40 سنة، وعمري ما كنت تخيل في يوم من الأيام إني أبعث البرنامج عشان أشتكي أمي واللي عملته معي أنا وابني، لكن أهل اللي حصل أنا مشكلة حياتي كلها أمي، من يوم ما بدأت أكبر وأفهم وهي ستة قصية مفيش عندها حنان من ناحيتي أنا بالذات، من وأنا طفلة لحد النهاردة عمرها ما خدتني في حضنها، ولا حاولة تسمع مني إيه اللي بيتعبني؟ طب إيه اللي مدايقني؟ صدقيني يا سالي أنا بكتب الرسالة دي وربنا عالم بكسرة قلبي في كل كلمة بكتبها أنا بنتها كبيرة ومعايا أخو وأخت تنين ومن وقت ما كنت في عدادي وأمي شديدة معايا، ما عرفش ليه فحين إنه مع أخواتي حنينة وطيبة، والعلاقة ما بينهم حلوة أمي كانت محتوية أختي في كل المواقف الصعب اللي هي مارت بيها كانت دايما بتسمع لها، تهون عليها، لكن أنا لأ، كنت بحتاج لأمي في مرحلة المراقة، اللي هي المفروض أهم مرحلة في حياة أي بنت ألاقيها بعيد، أمي مع الغريب كنت بتسمع، تهتم، تدي نصايح ومعايا ما فيش غير العتاب واللوم في كل حاجة لحد ما بقيت مكسورة، مش وثقة في نفسي وده اللي خلاني بعيدة عن أختي، دايماً لوحدي وقت ما مر بأي مشكلة، بكتم في نفسي وعيط، ما حكيش لحد شكوتي طب بقولك إيه أميني؟ باباكي فين؟ باباكي فين من كل ده؟ إحنا لازم نسمع قصة، تعالوا نكمل الوحيد اللي كان قريب مني هو بابو كان طول الوقت بيهون علي، لما يلقيني مخنوقة ومتدايقة كان يجي هزر ويدحك لحد ما يخرجني من لأنا فيه وبدل ما قومي تسيبني في حالي، كان بتتغس جداً تتغس جداً من بابا وتلوم عليه وتقوله ما تسيبها، هي غوية نكد رغم أني أقسم بالله، لا بحب النكد ولا الزعل لما كنت أنا وهو نتفرج على فيلم نقعد نهزر وندحك، نعمل جوه في البيت كان بتاخد جنب، تقعد لوحدها، تقلب وشها أحب أقولك إن بابا كان بيشتكي من أسلوبها ومشاعرها اللي مليانة أسوأ وجحوت كان بيشتكي لي إنها مش حناينة عليه لما وصلت لسن واحد وعشرين سنة اتعرفت على شاب كويس ومحتر حصل بيني إعجاب، حسيت إن هو حب عمري وبابا كان فرحان واتفقنا على الخطوبة وفي قعدة من الأعداد اللي كنا منتفق فيها أمي اتدخلت في الكلام، انفعلت على بابا وده راجل صعيدي، أبو ما عجبهوش تدخل أمي أخد فكرة إنها يكون شديدة زيها والموضوع باز، رغم أن بابا رح لأبو عشان يحل الخلاف خطيب يحاول مع أبو بس في الآخر كل المحاولات فشلت دخلت في حالة اكتئاب، فضيع، كرهت أمي في كل شيء وفضلت هي على نفس الحال لحد ما وصلت الـ 29 سنة اتعرفت على شابة من محافظة تانية وفضلنا نتكلم فترة في التليفون لحد ما جيت قدم لي بابا وقتها كان متردد، أمي رفضت تماماً بس أنا وفقت كنت وصلة لمرحلة إني لازم أسيب البيت وأمشي بأي طريقة كتبنا الكتاب على طول بعد سنة اتجوزت رحت مع المحافظة بتاعته ما كانش وجعني بس غير فراء أبويا يوم ودعو معيات تعيات مش عادي لما قالي هتوحشيني هتوحشيني قوي بعد الجواز حصلت مشاكل جمدة جداً بني وبنجوزي بسبب تدخلات أمه في حياتي استحملت فوق طاقتي عشان الموضوع ما ينتهيش بالطلق وارجعتني عيش مع أمي لكن للأسف ما قدرتش رجعت بيت بابا ومعايا ابني اللي طلعت بي من الدنيا بابا كان فرحون برجوعي طب طب علي وقالي مهمكيش كان طغير من الفرحة بابني لكن أمي بهدلتني له معتاب كلام زي الدبش فرعي حوق جاية لدرجة أني فكرت أنتحر أنا وابني نمشي مع بعض بدل ما أسيبه يتبهدل بعدي لكن ما قدرتش أسيب بابا خفت يجرى له حاجة بعد فترة ابني دخل المدرسة وأنا نزلت أشتغل كانت الأمور نوعاً ما هادية لكن من وقت للتاني كنت بحس بصدمة لما تيجي واحدة من صحاب أختي أو معرفة وتشتكي الماما مثلاً من مشكلة مضايقها ولاي أمي قلبة ملك بتطبطب وتواسي تقول كلام حنين كله حكم وموعظ وهم بيشكروها ويقولوا لها أن هي أحنة واحدة في الدنيا لحد ما جي يوم وبابا وماما تعبوا في نفس الوقت هي سفرت في رحلة علاج طويلة فطبعاً كان لازم أسيب الشغل عشان أفضل جنب بابا وأخدمه في غياب أمي وأنا اللي كنت مسؤولة عنه وعن ابني لحد ما جي اليوم اللي كنت مرعوبة منه بابا مات الكلام ده كان من سنة ولسه حاسة كأنه مبارح اتكسرت يا سالي أنا وابني خصوصاً بعد اللي أمي عملته فينا للأسف للأسف كانت حريصة جداً جداً على الفلوس أحب أقولك أنه عمرها ما سألتني لو كنت محتاجة حاجة أو ناقصني حاجة لدرجة أني ما كنتش بروح مناسبات بسبب أنه ما عنديش لبس حتى في العيد كنت بفضل قاعدة في البيت عشان ما فيش لبس لكن من ناحية تانية أختي كل مناسبة يجب لها طاقم غير التاني ميكوب كوافر عارف يا سالي لما ما تلاقيش أمان في بيتك ده بيخليك يتدوري عليه برا وللأسف ويقعت في مشاكل كتير بسبب كده كنت بكتم كل ده جواي أتقهر أبكي كل ما أشوف أمهات حنينة بتحضن بناتها بتحتويها ودلوقتي أمي عايزة تطبق معاملاتها الصعبة مع ابني رغب أنها بتعمل ولاد أخويا معامل حنينة ولهم ما عايزينه بيتجاب لهم لكن ابني زعيء انتقاد ولهم على طول تخيلي طفل عنده عشر سنين يقولك تيتا مش بتحبني زي عيال خالو رغب أن كلامه بيتبحني بس كنت بحاول أعالج الأمور بهدوء عشان ابني ما يطلعش معقد نفسيا لحد ما تعبت ونقلت أنا وابني وحافظة تانية وباخد نصيبي من معاش والدي وأخوي أنا يبارك فيه ويحفظه هو سنة دي بعد أبوي مش قادرة يا سيلي قدي الأمي أي نوع من الحنية والعطف لإني ما شفته مش منها أبدا مش قادرة أعيش معاها إلا فاضل من عمرها مش عارفة إذا كنت صح ولا غلط قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة أماني هي ما بعدتش مثلا إن هي راح تتجوزت زوج واتطلقت منه أو هي مثلا بتتكلم يا جماعة أتطلق ولا لأ أصلي وحش أصلي شغلي مش مرتاحة فيه فنفسيتي مش مستحملة لأ أماني بتهرب من مامتها أنا فيه سؤال بدور على إجابته من أول المعسج اللي هي بعتتها أو قصة اللي هي بعتتها ومش لقيا له إجابة طب الأمة ممكن تتعمل كده لإيه مش مانا بتتعمل كده مع أماني بس لأخوات التانين عادي يعني نعرف إنه فيه أم تحب ابنها وتفرق بين ابنها وبنتها لأنه الولد ده بيبقى برطة أمام ربا أحد شي جنبه أنا شايلاله الحمام جوا شايلاله وفرخة بكشكة عندها ما ناكلش إحنا كلنا أكله فيه ناس كده وعائلات كده لكن إنه يتفرق بين بنت وبنت وأخوها طب اش معنى؟ طب هو دايما ممكن نلاقيه في عائلة إنه مثلا حد قريب من أبوه يبطرة في التاني واخي الجام مامتها؟ طب لو أنا قريبة من مامتي يبابابايا دايما شايفني غلط؟ لا المحتاجة أتكلم كتير قوي هنجاوب على كل الأسئلة دي بس بعد الفاصل استنونا